المواد الخلافية أو المسودة الأخيرة دي تفرق إيه عن اللي قبل كده؟ يعني إحنا زي ما قلت لك الفرق الوحيد إن إحنا عملنا جلسات فيها إطرافية لا أنا بتكلم على المواد اللي كان مختلف عليها واللي حصل فيها توفق الحمد لله طبعا هو كانت أخطر مادة هي مادة الاستقالة المقدمة اللي كان بيمضي عليها العامل اللي هي استمرها ست أهو اللي هي الاستقالة بيمضي عليها العامل قبل ما يشتغل قبل ما يبدأ عمله قبل ما يمضي على عقد العمل عشان تطلع وقت فكانت دي مادة ملتهبة جدا ويمكن كان الرأي العام كله بحريص على إن لازم يكون في لها علاج فعالجناها بإن النهاردة هذه الاستقالة لن يعتد بها إلا إذا كانت معتمدة من الجهة الإدارية وهي مكتب العمل أو وزارة قوى العمل يعني لو صاحب العمل النهاردة مضاء على استقالة دون اعتماد تمام لن يتم الأخذ بها طب هو مش صاحب العمل ده ممكن ياخد الاستقالة دي ويعتمدها ولا ده لا هو اللي هيعتمدها العامل لازم العامل هو اللي هيعتمدها بنفس يعني هو النهاردة فرضا نحن نتكلم عليه على الطبيعي إن أنا عايز أقدم استقالتي لحضرتك يبقى أنا النهاردة بروح لحضرتك بقولك هذه الاستقالة هاي تقولي لي لأ روح اختمها لي من القوى العاملة وهتهالي أروح أنا بنفسي القوى العاملة أقول لهم أنا بقدمت استقالتي وعايز اعتماد يعتمده هالي تفضلي شكرا تمام فالأول كانت الاستقالة بتبقى موجودة من قبل ممضي عقد العمل فالاستقالة اللي هي المقدمة دي بتخلي صاحب العمل والعامل تحت رحمته في أي لحظة يقوله مع السلامة وبدو مستحقت بقى خلاص يعني حسب بقى ضمير البني آدم اللي بيتعامل في المعاملة دي النهاردة بيحاول بقدر الإمكان إن هو يديله أو ما يديلهش طب في القانون برضو سبتهى الضمير لا 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 خلاص لا لا دلوقتي لا دلوقتي فحول بقى العمال حال استغناء عنه طبعا أي حد النهاردة صاحب العمل عايز يستغناء عنه إن كان عقده محدد أو غير محدد فيه شروط معينة عشان يبتدي يسوي كل مستحقاته اللي يستحقها عن الفترة اللي قضاها معه تمام يعني النهاردة الخروج هيبقى في خروج بالتراضي بين الاتنين مقابل إن فيه النهاردة حيتسدد كل المستحقات والمكافأة الخاصة ده بيكتب في العقد اه طبعا ولا منصوص عليه في القانون مثلا يكون بشكل موحد على كل جهات العمل ولا كل جهة لا لا فيه القانون محافظ على مواد معينة بتنظم العملية دي طب بتكون المستحقات تتنظم إزاي بقى فانا إن هو النهاردة بتبقى فيه فرق بين إذا كان العامل اللي عايز يسيب أو صاحب العمل اللي عايز يسيب تمام ففيه الحالة دي لها حسابات معينة وليها حتى توقيتات في تقدمها معينة مختلفة عن الحالة دي القانون نظم ده كله عشان ما يبقاش فيه نقط خلافية ما نسيبش نقط خلافية تبقى ما تروحها زي الأول إن النهاردة احنا نختلف على أنا النهاردة أقدم الاستقالة بتاعتي إمتى عشان أحفظ مستحقاتي أو صاحب العمل النهاردة يطلب مني إن هو النهاردة ينهي عقد عملي إمتى عشان أحفظ برضو على مستحقاتي قبل الشركة وقبل صاحب العمل وده نظمها القانون بمواد محددة